داتة بكل حاجة موجودة في المشروع بتاعك. احيانا واحنا شغالين في اي مشروع في برنامج سكتش اوب بنلاحظ ان البرنامج تقيل معايا. عشان كده انا في الفيديو ده هشرح لك طريق تخفيف ملف سكتش اوب انت وشغالت في المشروع. مش بس كده. انا مش جايب لك طريقة واحدة انا جايب لك طلقة طرق. تابع معايا الشرح. اول طريقة منهم وهي طريقة سهلة جدا انك بتخلي كل مجموعة في جروب. يعني لو اخترنا الكتلة دي هللاقيها عبارة عن جروب كامل على بعضه. لو جينا اخترنا الكتلة لجنبها هللاقيها ايضا عبارة عن جروب كامل. مش كده وبس انت كمان بتخلي الشجر عبارة عن جروب او كومبوننت. المبنى عبارة عن كومبوننت. وكل دول بتجمعهم في جروب. طيب. الطريقة التانية وهي انك تنظم شغلك زي ما شرحنا في البديوهات السابقة. انك تشتغل تشتغل يعني لو فتحنا هنا هللاقيها عبارة عن وكذا. بمعنى اننا لو في حاجات انا مش محتاجها. وانا اشغال في المشروع بتاع زي الشجر مسلا انا خلاص الشجر ومش عايز مش محتاجه. عايز اخفى الملف. اروح للخاصة بتريه. وابتدي اعمل لها اخفاء. وليكن مسلا حاخفى. هاضغط على علامة اقف عليها. واختعمل لها. اختلاحز ان كل اختفى معك هو. طيب في ايه تاني ممكن اخفي مسلا لو جينا عملنا اخفاء لو انا عندي فرش داخلي بيتم اخفاءه بمجرد ما بختار بتاعته. طبعا زي ما انت واخد بالك يعني المشروع تقيل جدا. اهو. طيب ايه تاني ممكن يخلي المشروع معايا يخف شوية. مسلا لو عملنا لها اخفاء من الليرز بتاعتها حيبتدي يحصل لها اخفاء. مش كده وبس البيب والانت فاخد بالك في اشخاص هتدي مسلا نخفي اللير بتاعتها. كل ده بيساعدني ان البروجيكت بتاعي يبتدي يخف. طيب اخر طريقة وهي انك بتروح لحاجة اسمها بتختار منها من الموديل انفو بيجيب لك بتروح بيجيب لك بكل حاجة موجودة في المشروع بتاعك. الا وهي عندك كم عندك كم يعني عندك كم مستخدم وهكذا بيجيب لك كاملة عن البروجيكت بتاعك. بتيجي عند حاجة اسمها عند حاجة اسمها بتضغط عليها. بيبتدي البرنامج يعمل لك ريفرش للمشروع بتاعك وبالتالي يحزف لك اي شيء انت مش مستخدمه او مالوش لازمة في المشروع بتاعك ممكن تضغط بيرج مرة اخرى وهكذا هيبتدي يعمل لك معالجة للمشروع كده بتعمل هطلاقي بعد كده الملف بتاعك يبتدي يخف شوية شوية تمام يبقى احنا في الفيديو ده اشرحنا ثلاث طرق لكيفية تخفيف ملف برنامج يارب يكون الفيديو مفيد ليك يارب يكون قدم اضافة اشكركم نلتقل في فيديو اخر بازن الله تعالى ما تنسوش الاشتراك ما تنسوش الاعجاب ما تنسوش مشاركة الفيديوهات لاصدقائكم الدل على الخير كفاعله